المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عم العيال ممكن نقول أولى حلقات هذا البرنامج برنامج عم العيال اللي إن شاء الله هتستفادوا بيه كل شهر بإذن الله والفترة الجاية يكون معكم إسبوعيا بإذن الله خلالي في البداية أرحب بأخي الأكبر طبعا وحبيبي وصديق العمر الأستاذ الدكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولاد أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا ومرحبا بكم شرفتنا وده بعد طبعا أنا بقال كتير نفسي أن أنا أتقابل مع الدكتور شهاب ونعمل معه استطافات كتيرة الحقيقة إلى أنه بعض ما شغلوا عننا ومن كرم ربنا علينا أنه هو وافئ النهاردة وشرفنا في هذا اللقاء إن شاء الله دكتور شهاب أنا برحب بك في البداية إن شاء الله يعني نستمر وجمهورنا وجمهور عام العيال يستفيد إن شاء الله بالحلقة وكل حلقة تنزل بنتابع حضرك طبعا عن الميديا وعمل شغل حلو قوي وعمل عيال يتعرف إن شاء الله ويبقى يعني مسموع أول فترة الجاية إن شاء الله موضوع الحلقة النهاردة يا جماعة بنتكلم عن التغذية عند الأطفال كل بقى واحدة ليها طفل وعندها أسئلة كتيرة عايزة إجابتها وبتدور على إجابتها من الدكتور ودايما بتبحث عن نت علشان تلاقي دكتور يرد على استفساراتها وأسئلتها دي النهاردة إحنا جبنا لكم عم العيال دكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمركز ومدينة السنبلوين محافظة أدقاهلية خلينا في البداية دكتور نسأل أول سؤال معايا النهاردة كده وهو سؤال مهم جدا بعض الأمهات بتكون دايما عايزة عشان فرحانة بابنها وطفلها فبتلاقي بعض الأمهات مستعجلة قوي في أنها يعني توكل ابنها أو تدقي بعض الأغذية اللي مش عامل حسابها بس تلاقيها دايما مستعجلة في أنها تمارس هذا العمل يعني وتدي له بعض الأكل غير منظم أو كده فإحنا عايزين نعرف من حضرتك هل ده صح ولا خطأ دائما كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الحقيقة الاستعجال في موضوع الأكل يا عز أحمد خاصة في الأمهات اللي بتردع الرضاعة طبعية تحسن في زباق في الموضوع بالضبط بيكونوا مستعجلين جدا أنه هم يدخلوا الأكل بدري للطفل عشان خاطر أنه هم يفطوموا الطفل بدري ويوقفوا الرضاعة طبعا الحقيقة أنا عارف أن الرضاعة ده يعني بيكون شيء مجهد جدا للأمهات ولكن الحقيقة الرضاعة دي بتبع عبارة عن يعني ربطة عظيمة جدا ما بين ابنك أنت طبعا لما بتديله الرضاعة دي سواء كان لبن طبيعي أو سواء كان لبن صناعي الحقيقة إحنا أبعد من الأكل بحاجات كتير أنت حضرتك بتديله حبك وبتديله اهتمام وبتديله تواصل نفسي وبتديله ثقة في نفسه وثقة في اللي حواليه وبتديله تواصل إنساني وعاطفي وده طبعا يعني مش كلام نظري تمام كده فالأمهات دول حضرتك بتلاقيهم مستعجلين إن هما يدخلوا الأكل للطفل بدري وكمان الجداد بيكونوا مستعجلين إن هما يدخلوا الأكل للطفل بدري طبعا إحنا قلنا قبل كده وهنقول تاني إن بداية إدخال الأكل للطفل بتكون من الشهر السادس مش من الرابع يعني هنا شهر السادس بالأخص لازم هو بداية كل دخول الأكل للطفل بداية كل سبب طبعا يعني ليه بقى يا دكتور الشهر السادس؟ يعني والحقيقة إحنا لما ندخل للطفل الأكل من الشهر السادس أول حاجة إحنا بنقلل حاجة اسمها حاسية الطعام عند الأطفال بنسبة 80% تمام يعني 80% عند الأطفال 80% 80% حضرتك يعني حضرتك تخيل إن أنا لو عندي 100 طفل أنقذنا 80 طفل منهم إنه هو يجيله حاسية الطعام بسبب إنه إحنا أجلنا الأكل لمدة شهرين وفي كتير من اللي بيشوفونا دلوقتي يقول لك والله أنا ابني عنده حساسية من الموز أو عنده حساسية من الفراولة أو يعني طب لاحظة يا دكتور فضل معنى كلام حضرتك إنه في حساسية اسمها حساسية الأكل عند الأطفال مثلا؟ بالزبط تمام بالزبط وده ببقى شيء صعب جدا يعني الحقيقة يعني ببقى شيء صعب جدا يعني تخيل حضرتك إنه إحنا عندنا 100 طفل و80 طفل منهم الحقيقة إنه إحنا أمقذناه من هو يجيله حاسية الطعام بسبب إنه إحنا أجلنا الأكل بس لمدة شهرين فليه إحنا ما نكونش متعشمين كمان إن 80% دول يكونوا من أولادنا وبالمناسبة على فكرة كمان إحنا بندخل الأكل للطفل من نهاية الشهر السادس يعني من نهاية الشهر السادس طيب هل يا دكتور كل ما أخرنا الأكل كل ما يكون أفيد؟ بالزبط كده يعني هو الحقيقة إن الطفل أولا إحنا قلنا عشان خاطر أول حاجة موضوع حاسية الطعام الحاجة التانية والمهمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجهاز الهضمي للطفل خلق إنه هو يشتغل عند حد معين اللي هو عند عمر الست شهور بيكون فيه إنزيمات محددة بجرعات محددة اللي هي إنزيمات الهضم اللي بتمثل فيه عملية تمثيل غذائي فبالتالي إحنا لما ندخل للطفل ده أكل المفروض إنه هو ما يغضوش دلوقتي إحنا كده بنعمل رابكة للجهاز الهضمي هو ما بيحققش منه حاجة حلو تمام طيب فيه سؤال تاني يا دكتور برضو يعني أنا محضره من ضمن الأسئلة علشان كده اللي بيأكلوا بدر دول دايما بيكون عندهم مغص ليه؟ بالضبط كده هو دايما تلاقي عندهم مغص اللي بيأكل تلبك معوي نزلات معوية متكررة حراك عارف إن إدخال الأكل بدري للطفل بيدخله كل شوية فيه نزلات معوية متكررة حتى في العيادة يقولولي هو الطفل ماله يقول لهم والله ده هو عنده نزلة معوية بسبب إن إنت حضرتكم دخلت له أكل فيقولي لي والله دكتور إحنا ما أكلناهش أكل ملوس ولا حاجة ده أكل البيت أيوما هو عشان أكل البيت وأن الطفل غير مهيأ لأنه هو يأخذ أكل البيت دلوقتي اللي هو معمول عليه سمنة أو زيت أو ملحة أو سكر فكل شوية بيجي له تكرار نزلات المعوية طيب دكتور هل أحيانا للأكل المسلوق بيتعب الطفل؟ بالضبط كده عشان كده إحنا بنقول إن المعادل الرسمي والصحي ليدخال الأكل للطفل هو نهاية الشهر السادس وكمان إحنا بنبدأ بدايات أقرب إلى البساطة جدا يعني ممكن نسأل نبدأ ببطاطس مسلوقة ومهروسة جزر مسلوقة ومهروس بندي مثلا كوسة مسلوقة ومهروسة الحاجات دي الحقيقة إحنا بنديها للطفل بدري وكمان إحنا بنبدأ كمان بالخضروات قبل الفاكهة ليه بقى؟ لأن الطفل الحقيقة بيحب الطعم اللازع شوية اللي هو المسكر فبالتالي لو إحنا إدينا الخضروات بعد الفاكهة ممكن الطفل يرفضها تمام طيب فيه برضو أسئلة عندي كتير يا دكتور نحن محضرين لا لا أنت حت أمر محضرت لحضرت لك أسئلة كتير علشان كده عايزين ناخدها واحدة واحدة علشان وقت الحلقة معنا يعني ما شاء الله فنبدأ حتى على الأقل إن احنا نستفيد بالحلقة إن شاء الله طيب بعض الأمهات مثلا بيحنا اتكلمنا عن استعجال الأكل للطفل وتكلمنا عن الحساسية عند الأطفال وتكلمنا إن شاء الله هنتكلم دلوقتي عندي أسئلة كتير محضرينها يعني هل في أطعامة ممنوعة إننا نديها للطفل؟ هل في أطعامة كتير ممنوعة إن احنا نديها للطفل فيه السنة الأولى من عمره زي مثلا العصر الأبيض اللبن الباري أو الجامسي كل ملحة والسكر على الأكل الحاجات اللي هي الحلويات الحاجات الدهنية والحاجات اللي فيها زيوت التوابل طبعا معنا ده ممكن نحط الكركم أو الكمون على الأكل ده ما فيش منه مشكلة خالص طبعا الآيس كريم والبوزة الكلام ده الحقيقة احنا يعني ممنوع قبل سن سنة طيب دكتور العصير بقى عند الأطفال هل بينفع ندي الطفل عصير فيها سكريات كتير باستمرار؟ طيب هو الحقيقة قبل العصير يعني فيه نقطة مهمة جدا هو الأسطورة الشهيرة دايما بتقول في موضوع الأكل ده وإن دايما عليه جدال كبير جدا خاصة عندي في العيادة وإن والله ده حماتي ومماتي لا ده هم عايزين يدخلوا الأكل للطفل بدري وإحنا يا إحنا يا ما أكلناكم ما حصل لكمش حاجة الحقيقة هو بيحصل بس بيكونوش ديرانين شوية مبدئيا فيه نوع من الخلايا اسمها الخلايا الدهنية دي بتكون موجودة في جسم الطفل الخلايا الدهنية دي إحنا لما بنعمل لها استفزاز بدري عن طريق أن احنا بندخل الأكل بدري للطفل الطفل ده بيكون فيما بعد عنده قابلية أنه هو يكون وزنه بزيادة شوية زي بالضبط كده وزي أحمد بيقول لحضراتك إيه فيه ناس تقولك ده هو شكله تخين بيدخن عن المية وفيه الحقيقة ناس تلعيه هم العائلات كلها رفية يعني الأبحاث الحديثة بتقول أن تنبيه الخلايا الدهنية دي في وقت مبكر المفروض أن احنا ما ندخلش الأكل فيه للطفل بيخلي الطفل ده عرضة فيما بعد أنه هو يكون عنده وزن بزيادة بالمناسبة كمان موضوع العصير اللي حضرك قلت دلوقتي إحنا طبعا حتة العصير دي المفروض أن احنا ما يديش للطفل أي عصير قبل سن سنة ليه بقى؟ إحنا المفروض أن الطفل يأخذ العصير دي في صورة الفكهة اللي هي بما فيها من محتوى من الماء ومن الألياف أنا لما أدي له عصير كأن أنا بالزبط أديته خمس ست برتقنات فدي كمية كبيرة جدا إن أنا أديها للطفل يعني طيب عشان مع ذرة على القطع يا دكتور إحنا معانا اتصال من أم محمد من القاهرة معلش عشان هي بقالها كثير من أول الحلق أم محمد السلام عليكم عليكم السلامة ورحمة الله لو أخذ علاج وعيز يأخذ وراء لمون يعني حضرتك مع الأكل اللمون أو فيه مشروب مشروب اللمون اللي هو الخام ينتعى مع العلاج ولا يفيد الشبير هي تقصد تقول اللمون يا دكتور تنفع تاخده أو الطفل ياخده بعد الأكل؟ هو الحقيقة اللامون ده نوع من أنواع الحمضيات على حسن نوع العلاج اللي الدكتور بيكون وصفه هل العلاج ده ينفع تاخده مع الحمضيات ولا أه ده حاجة يرجع للطبيب والعلاج اللي الدكتور وصفه هل ينفع أم لا؟ لأن فيه أنواع ما ينفعش أنه نضيها مع حمضيات بتزود أن الطفل ده ممكن يجيله بعد كده كرحة مادة بسبب أنه ما ينفعش أنه كان ياخد بعده حاجة حمضية فده طبعاً هتعتمد على الدهوة اللي الدكتور كاتبه لها هل ينفع أم لا ينفعش؟ طبعاً نحن نعرفش إيه الدهوة اللي مكتوبة في تلك الأحوال دكتور لازم مراجعة طبيعية؟ طبعاً لأن فيه بعض الأدوية الأدوية دي إحنا بنديها قبل الأكل بساعة أو بساعتين وفيه أدوية إحنا بناخدها في نص الأكل وفيه أدوية إحنا بناخدها بعد الأكل فعلى حسب الأدوية دي المفروض أنه نحن بنكون عارفين هل هو مضادة حيوي؟ ناخده قبل الأكل بساعة أو بساعتين هل هو حاجة المفروض أن يتاخد في وسط الأكل مثلاً حاجات فيها كورتزونات عشان خطر ما تزودش الحموضة فبالتالي أنا لما مد الطفل ده حاجة حمضية الحموضة دي هتزيد أكتر فيحصل له وجع في البطن فطبعاً الدكتور هو أكتر حد عارف اللي كاتب لها الأدوية الأدوية دي ينفع تتاخد على معدى فاضية ولا ينفع تتاخد في وسط الأكل أو بعد الأكل بيقدمه مفيد لجسم الطفل ولا لا؟ طيب إحنا بس مبدئياً حتة العسل الأبيض فيه نقطة حضراك برضو سؤال تهالي قبل الاتصال أن حتة العصاير والكلام ده كله الحقيقة موضوع العصاير والسكريات يعني الموضوع ده حرق يعني كويس إن حرق يعني عصارته نعم مهم جداً 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 لأن الطفل أصلاً أول ما أول حاجة عايز فلوس عشان يروح يجيب عصاير وحاجات كله بالضبط والعصاير بقى من الدكان والسوبر ماركت والكلام ده كله الحقيقة العصاير دي بتنبه الخلايا الدهنية بشكل كبير جداً وإن الناس فاكرة إن الحاجة الوحيدة اللي مسؤولة عن إن الطفل ده يكون وزنه زيادة شوية هو الحاجات الدهون والنشويات والكلام ده الحقيقة لا السكريات برضو من أكتر الحاجات اللي بتنبه الخلايا الدهنية دي وإن الخلايا الدهنية دي هي المسؤولة عن إن هي تخزن المواد الدهنية والسكرية في جسم الطفل فبالتالي الطفل ده بيكون عرضة فيما بعد إنه يكون وزن زيادة الأمر الثاني موضوع العسل الأبيض تمام كده ده موضوع مهم جدا 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 دلوقتي دلوقتي تلاقيها دايماً بتبحث حتى على النتة علشان تجيب عسل للدكول بالزبط وإنه هو طبعاً عايزة تديه للطفل عشان خاطر إنه هو عايزة تمنع مدوار البارد وتزود المناعة وكلام ده كله الحقيقة إحنا بنقول حتى في أيام كورونا يا دكتور كان كله بيجري على العسل يعني هو الحقيقة احنا بنقول ليه بقى بنقول موضوع العسل الأبيض ده أمر خطير جدا إن احنا نديه للطفل في السنة الأولى من أمره وإنجاز ليه التعبير في أول سنتين ولكن المهم هو السنة الأولى من أمره ليه بقى الموضوع ده لأن العسل الأبيض ده بيحتوي على حاجة اسمها البوتيولزم والبوتيولزم ده نوع من أنواع السموم ودي ساعات بتعمل كمان شلل عند بعض الناس يعني تمام كده فبالتالي إحنا لما نديها للأطفال بيكون عرضة للبوتيولزم ده طبعا الكبار لما بيأكلوا الحاجة العسل الأبيض ده أمر عادي جدا وطولوا زي الحسنة في الآخر الحاجة المهمة والأخطر أن السكر اللي موجود في العسل الأبيض ده بيكون سكر مركز جدا وده بيجهد خلايا البانكرياس بطريقة كبيرة جدا وإن في خلايا موجودة في البانكرياس الخلايا دي مسؤولة عن إفراز الإنسولين اسمها بيتا سيلز البيتا سيلز دي موجودة في جزر كده اسمها لانجرهانز أنا لما بأجهد الخلايا دي بصورة كبيرة جدا أنا ممكن أن أنا بعد كده أدخل البانكرياس ده لقدر الله في فشل وظيفي يعني أنا هبساطها لحضرك أكتر يعني لو قلنا مثلا مثلا يعني أن العدد الخلايا اللي موجودة في البانكرياس دي 100 خلية وأن ربنا سبحانه وتعالى المفروض أن الطفل يكون فيه 20 خلية فقط هما اللي يشتغلوا ويطلعوا إنسولين فيه السنة الأولى من عمر الطفل عشان يحرقوا السكر اللي الطفل هياخدوا عن طريقه الأكل وتمانين في المية بيكونوا نظام احتياطي أو رسفوار أما بقى لما دخل الطفل ده أكل معين المفروض أن هو ما يخدهوش بيستفز الخلايا اللي هي المفروض ما تشتغلش دي إن هي تشتغل غزبا عنها في السنة الأولى من عمر الطفل مع إدخال السكريات بقطرة السكر ده بعد كده ما بيتحرقش بكويس بعد كده البانكرياس ده يحصل له فاشل وظيفي لقدر الله الطفل ده ممكن بعد كده يكون مريد سكر طيب دكتور التغذية والنوم عند الأطفال هل في علاقة ما بين النوم والتغذية؟ هو الحقيقة موضوع النوم والتغذية عند الأطفال ده أمر مهم جدا يعني خاصة الواحد بقى بيشوف حاجات يعني صعبة جدا إن في بعض الناس بقى عندهم استهتار واستهانة كبيرة جدا إن ألاقي طفل صغير صاحل عند الساعة 2-3 الفجر طبعا حتة إن الطفل ينام كويس ده بيدي له أكبر قدر وأكبر قصة من الراحة لكل جزء من أجزاء جسمه يعني الطفل مثلا وهو قاعد هو بيحصل على ذا الراحة ولكن أقصى ودرجات الراحة بتكون أثناء النوم وطبعا الكلام ده هو يعني إحنا كلنا عارفينه ولكن في حاجات بقى خطيرة جدا يعني إحنا عايزين كلنا نعرفها عن فوايد النوم المنتظم والنوم البادري للطفل يعني لو عبدنا مع بعض كده أول حاجة إن أول حاجة هرمون النمو هرمون النمو ده هرمون بيتفرز دايما من الساعة مثلا 11 بالليل الفجر وده أقصى درجات إفرازه بتكون أثناء النوم المتواصل والمنتظم حتى اللي هو يعني أمهاتنا الكبار وأجدادنا ربنا يديهم الصحة كان دايما يقولك إيه الطفل اللي بينام بدري بيجبر طبعا لأن هرمون النمو لما بيتفرز الطفل ده بيكون باين عليه علامات النمو الصحيح بشكل قويس جدا وانا مستغرب من حتة جملة النوم عند الطفل دي بالزبط الأمر الثاني أن يعني إحنا دلوقتي فيه حاجة غريبة ومهمة جدا بتلاقي فيه الوقت زي تغيير الفصول زي اللي إحنا فيه بالزبط دلوقتي أن إحنا بنكون عرضة لقدر الله أن كل شوية جلنا بقى نزلات بردو والحاجات اللي هي بتبقى بين تغيير الفصول دي يا عز أحمد الحقيقة وجدوا أن معنوم المنتظم بيحصل أن المناع بزيد جدا وده عن طريق خلايا اسمها كرات الدم البيضاء وده طبعا معروف أن يدي أول وأهم خط دفاعي في المناع عندنا ونيدي بيحصل لها تكاثره في العدد وزيادة لما يكون فيه نوم منتظم عشان كده ابنك لو نام بصورة منتظمة وكويسة منعته بتكون زيادة الأمر الغريب جدا والأبحاث يعني اكتشفته قريبا أن حتة أن الطفل وهو نايم بيحصل له تدريب أو نوع من أنواع التدريب على فترات اليقظة غريبة قوي دي يعني وهو نايم بيحصل بمخه أو جسمه ممكن يتمرن على الحياة دي بالضبط يعني ايه الكلام ده الطفل وهو نايم فيه أجزاء من المخ عنده كل وظيفتها نهاية بتشتغل عشان تدرب نفسها على النشاط العقلي اللي الطفل ده هيعمله تاني يوم في يومه العادي خالص وده حاجة غريبة الحقيقة ما بتحصلش غير أسناء النوم الأمر المهم جدا برضو أن النوم المنتظم ده بيساعد بصورة كبيرة جدا في عمليات تمثيل غذائي يعني هي الكلام ده احنا بنلاقي أن الطفل بيرضع وبينام طب ليه الكلام ده بيحصل؟ لأن الطفل لما بيرضع وبينام بيستفيد من مقونات اللبن ده أقصى استفادة ممكن الطفل يستفيدها عشان كده احنا في الأربع شهور الأولى بنلاقي أن الطفل بيزيد في الشهر من كيلو إلى كيلو إلى ربع بعد كده الزيادة بتكون أقل من كده بكتير لأنه هو بيستفيد على قد ما بيقدر أثناء النوم المنتظم من مكونات اللبن طبعا حتة النوم مهمة جدا برضو في تنظيم حركة الجهاز الهضمي الناس اللي بتشتكم الإمساك والكلام ده كله دايما الكبار بيقوله أنه أم طفلكه كويس علشان يصححها ويعرف يأكل ويعرف يشرب بالزبط طيب المية عند الطفل يا دكتور زيما الأم بتجري علشان تخلي ابنها يأكل بدري هي بتجري كمان في الشهر الرابع علشان تشرب ابنها بدري طيب هو موضوع شرب المية عند الأطفال الحقيقة فيه جدال واسع كبير جدا ولكن الحقيقة احنا كنا الأول بنقول أن احنا بنبدأ أن احنا ندخل المية للطفل من الشهر الرابع وبعد كده فيه أبحاث طلعت وقالت لا احنا ينفع أن احنا ندخل للطفل المية من اليوم الأول من عمره هو الحقيقة لبن الأم فيه مية وخبال حضرتك ولكن هو آخر حاجة دلوقتي تقالت أن احنا بنبدأ أن احنا ندخل المية للطفل ده من نهاية الشهر التاني أن احنا بنديله من صنطي لتنين صنطي بعد كل رضع عن طريق بقى أن احنا سرينجة ونشيل طبعا السن بتاعها أكيد أخذ بالحضرتك أو لو بيرضع صناعي ممكن يدينه المية دي في ببرونة الحقيقة موضوع المية بيتنظم جدا حتة أن الطفل يعمل حمام بصورة منتظمة الهضم عنده يبدأ يشتغل كويس يهضم اللبن اللي هو بيرضعه كويس الطفل بيكون مرتاح نفسيا جلده بيكون كويس يعني حتى مش باين عليه تشواءات ولا علامات جفاف ولا الكلام ده كله إيه الأكل يا دكتور اللي ممكن أقديه للطفل من بعد شهر الرابع لأ هو احنا اتفقنا أن احنا هنددى الأكل للطفل من نهاية شهر السادس من نهاية شهر السادس ده ضروري جدا بديهوله زي هقول له حضرتك احنا مبدئيا بنبدأ بيه حاجات بسيطة جدا ده رقم واحد بيكون فيه موعيد سابدة احنا مثلا قلنا أن احنا في نهاية الشهر السادس بنبدأ أن احنا نأكل للطفل يعني مثلا لو قلنا عند الشهر السادس بنبدأ بيه وجبة واحدة بس في الشهر الثامن أو التاسع من الثامن للتاسع بندي وجبتين للطفل في الشهر من التاسع للتناشر بندي ثلاث وجبات للطفل بعد سن اتناشر شهر اللي هو سن سنة بنبدأ أن أدي ثلاثة واجبات للطفل اللي هو فطار وغدى وعشا وفيه ما بينهم اتنين سناكس ما بين الفطار والغدى وما بين الغدى والعشا الحقيقة إحنا لما بنبدأ أول حاجة بنعملها أن الأكل ده بيكون مضروب في الخلاط ده عند الشهر السابع ليه؟ لأن أنا ما ينفعش أن أنا أد الطفل الأكل في صورته اللي إحنا بنكلها لازم يكون القوام بتاعه أقرب إلى اللبن وفي نفس الوقت اللي هو قوامه أزيد من اللبن شوية أنا عايز أعلمه أن فيه حاجة اسمها أكل أنه مش كل حاجة أنه هو بس أنه هو يرضع والرضاعة دي تبه هو الأكل بالنسبة له أنا عايز أعرفه أنه فيه حاجة اسمها أكل فبنبدأ بوجبة واحدة الوجبة دي بتكون صغيرة بتزداد تدريجياً بتبقى مضروبة في الخلاط الأول بعد كده بنستخدم بدل الخلاط المضرب أو البلندر طيب بعد كده ممكن نستخدم الشوكة أن احنا نهرز بيها الأكل للطفل حتة أن احنا نعود الطفل على موعيد ثابتة مثلاً في الوجبة الأولينية بنبدأ مثلاً من ساعة 11 الصبح لازم الأم تكون فاضية ما يكونش مستعجلة ما تكونش اللي هو وراها كل حاجة وعايز الطفل دي يأكل دلوقتي وكلام خالص لازم أنها تبه فاضية الطفل يكون فايق يأخذ رضعة قبل الوجبة لازم لازم قبل أي وجبة يكون فيه رضاعة وبعد الوجبة لازم يكون فيه رضاعة الطفل يكون قاعد ما يكونش نايم أبداً على ظهره هو بيأكل يكون فيه طبق ومعلقة ويفضل يكونوا ملونين عشان خاطر يجذبوا الطفل إن هو يبدأ يأكل الطفل في الأول احنا بنبدأ نيديله بالمعلقة وبنعرفه إن فيه حاجة اسمها معلقة بعد كده الطفل ده وهو أنا بتديله بإيدي أو الأم وهي بتدي الطفل المعلقة للطفل عشان تأكله الطفل بيمسك إيديها شوية الطفل هو اللي بيمسك المعلقة والأم بتكون مسكة إيده عشان توجيهه صح بعد عمري سنة إن شاء الله رب عامين هو الطفل بيمسك المعلقة بنفسه وبيأكل زينا زيه بالضبط إن شاء الله أنا بشكر حزك جدا أنا اللي بشكرك جدا نورتني والله وأنا سعيد بلقائي معك وإن شاء الله مش يكون أول وآخر لقاء إن شاء الله عامل عيال مستمر معنا دكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة العنوان بتاعه موجود على الشاشة يا جماعة وأرقام تليفونات المراكز في المنصورة السمبلوين برئين وفي المنصورة السمبلوين المقطعة أرقام مراكز الدكتور شهاب محمد نجيب أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة اللي عايز يتواصل معهم هيتواصل على الأرقام اللي ظهرها أمام حضراتكم على الشاشة وهو بيرحب يعني مش كمان بتوع المحافظة بس لا هو بيرحب بأي حد من كل محافظة وكمان عاملين خاصية الأونلاين إن شاء الله هتقدر تكشف أونلاين الأيام اللي جاية من أي مكان من مصر هتقدر تكشف مع الدكتور شهاب محمد نجيب أنا بشكر حضراتك جدا من دكتور شهاب وإن شاء الله لنا لقاء آخر بشكر حبيبي وأخويا للأستاذ محمد الملكي مدير الإعداد والأستاذ تامر والأستاذ محمد فرحات شكرا لكم وإلى اللقاء